وجاء الأمير القطر فيصل بن جاسم الثاني رسائل قوية لكل من المملكة العربية الصعودية والإمارات وجاء في تغريدته لو وضع الدول الخليج فقط يدها بيد توركيا وصدقوا بتحالفهم معها أجزموا أن خارطة العالم كله وليس فقط الشرق الأوسط ستتغير إيجابيا لصالح المسلمين وصالح شعوب البنطقة وسيكون لنا قرار بصناعة مستقبل العالم والعلاقة مع توركيا أنفعوا أكثر مصلحة لهم دينا وذنيا مع علاقتهم مع إسرائيل لو كانوا يعقلون هذه التغريدة أثارت غضب السعودين وقال بدر العامر الإخوان يرون في توركيا الشيء لا يره العلم مجتمع منهار بسببهم اقتصاد يلفظ أنفسه الأخيرة سجون تغص ظلما وعدوانا مئة الألاف من المفصولين من وظائفهم عداء لدول العرب ثم يرون فيها طوق النجاة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وأضاف الذي يقرأ هذه التغريدة لبن جاسم يتصور أن أردوغان يحاول بناء علاقات حميدة مع دول الخليج والعرب وهم يحاربونه الميزان المختل يجعل الصورة مقلوبة في الذهن وهذا سبب فشلهم في مشروعاتهم الفكرية والسياسية إذا كان أقرب الناس لأردوغان مثل داودوغل وعبدالله قول وعلي بابجان وغيرهم يرون أنه سبب ضمار توركيا وانهيارها تستطيع أحد أن يدافع عنه أو يثني على صورة وهمية لا توجد إلا في ذهن الإخوانجي فيما قال أبو أحمد ردا عليه هنيئا لكم أنتم فيه من عز ورفاهية نتيجة تحالفكم مع توركيا أحمد أحمد اللهنا لا ترك ما يلبسون الثياب إلا جردوكم منها إيش بقوا لكم أخذوا كل شيء ولا زالوا يطلبون فيما قال عبدالله إيش سوى لكم أردوغان استغل لكم في دعم الليرة وعين صهره مستشار وعطى جنوده الحرية المطلقة وأرجعكم للاتفاقية البند الرابع وجعلكم دولة ليس لها رأي أخذ طائرة رئيسكم ونهب أموال الشعب المغلوب على أمره أما هدى فقالت تورطت قطر بالمحتل تركي وتبي كل الخليج يسير مثلها محتل ولذلك يهمنا أن تنى تركيا المنقد للشرق الأوسط وتركيا دولة غازية فاشية واقتصادها منهار وشعبها ينكلوا بهم من نظام أردوغاس مغردة سعودية غردت تغريدة قالت فيها تغريدة فيصل الثاني تصبح سليمة بالتعديلة التالية لو وضع الدول الخليج فقط يذهب يد تركيا وصدقوا بتحالفهم معها أجزم أن خارطة العالم كله وليس فقط الشرق الأوسط ستتغير إجابة لصالح تنظيم على إخوان المسلمين وضد شعوب المنطقة وسيكون لنا قرار بتشويه مستقبل العالم لو كانوا يعقلون مقتطف بسيط من كتاب أوباما ولكنه مقتطف خطير للغاية ماهر محمد البواديري يقول تعاليقنا لما كتبه أوباما في كتابه هذا ما كتبه أوباما في حمد بن خليفة أمير قطر السابق حمد بن خليفة والد الأمير تميم كان حاكما بلا رؤية ولا يملك سوى المال ولا يعرف يتكلم إلا عن المال واستعداده لدفع التكاليف هذا المقتطف من هذا الكتاب هذه التغريدة كانت كافية لإشعالي تويتر في المملكة العربية الصعودية منذر على الشيخ مبارك يعلق بالقول ليس المهم قوله أن حمد بلا رؤية فهذا مفروغ منه لكن الخطير قوله أن قطر على استعداد لدفع التكاليف هذا ما كانت تقوله دول المقاطعة من دعم المنظمات الإرهابية استغلال الغرب لنظام الدوحة في خلق التي الأم أمر يندله الجبين ملاحظة أردوغان استغل ذلك أفضل استغلال من أجل توركيا وأذف قائلا أوباما أكثر من استغل قطر واستخدم خيانتها كأخبث ما يكون على استخدام الدوحة كانت الجرثومة التي استخدمت لضرب الاستقرار العربي منها قصف العراق ومنها مولة النصر ومنها حرضت على مصر ومنها حيكة المؤامرات لدى ليبيا أوباما لم يوضف جديد إلا أنه قام الحج على كل أحمق لا يزال يظن فيهم خيرا ترجمة نانسي قنقر